السلام عليكم صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا وسهلا بكم الابنات نورتوا وشرفتوا الدار داركم ونرحبوا بالمشتركين الجدد أهلا وسهلا نورتهم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وصحة وعافية أنا الحمد لله ربي دومها علي وعليكم إن شاء الله في هذا الفيديو أنا حنشارك معكم مجموعة من العادات نديروهم مع بعض ونحاولوا نحافظوا عليها نبدأوا بالقليل ونديروا واحدة واللازوج ونبدأوا ونديروا مع بعض هذه العادات ونتعودوا عليهم وتقول لنا عادة وبعدها نروحوا للعادة الثانية وهكذا نكملوا كامل هذه العادة وكل ما تعمري وقتك بالعادات الإيجابية راه رايح حياتنا تتبدل إلى حياة إيجابية ونجحة أول عادة وهي صلاة الفجر ابدأ يومك بصلاة الفجر في وقتها لو يجرب الإنسان متعة صلاة الفجر في وقتها لم تركها وتذكر دائما أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها العادة الثانية وهي وردكم من القرآن تقرؤوا من القرآن صفحة أو صفحتين على حساب القدرة مش لازم تقرؤوا بزف كي تكونوا مبتدئين معلش تبدأوا صفحة حتى تتعودوا عليه وكي تبدأوا يومكم بالصلاة الفجر ووردكم اليوم تحسوا بالراحة والسكون والسكينة والإتمئنان وبركة في اليوم غير عادية ونبدأوا يومنا في طاعة الله هو أحلى حاجة ثالثا أذكار الصابح والمساء تقولهم في أي وقت حتى وتكونوا تخدموا في شغالاتكم في فيديوهاتي السابقة كنت دايما نذكر نفسي ونذكركم بأذكار الصابح والمساء كي تكونوا تخدموا في الكوزينة الطيبة ولا تغسلوا الماعن ولا تسيقوا أذكار الصابح نقولهم مع الصباح وأذكار المساء نقولهم مع الحشية بعد العصر العادة الرابعة وهي صلاة الظحى صلاة الظحى الوقت التحى يكون بعد شرق الشمس بربع ساعة وينتهي قبل صلاة الظهر بربع ساعة فضلها تعديل 360 صدقة عن مفاصلك وهي صلاة الأوابين الأواب هو الكثير الرجوع إلى الله وهي ركعتين أو أربع ركعات حتى الثنى عشر ركعة وكل ركعتين نسلمه خامسا الذكر هو التسبيح والاستغفار والحوق على والصلاة الإبراهيمية تخلي معاك خاتم التسبيح هو يسهل لنا به الواحد يتفكر الذكر والتسبيح عليه كي تكوني قاعدة ولا رايحة في الطريق يسبحي بعد هذا الفيديو نتمنى تتشجعوا وتشروا هذا الخاتم راهوا رايح يساعدكم بزاف تبدأوا كل يوم بذكر ونحدد العدد 100 ولا 200 اللي تقدروا عليها وبعدها نزيد مع الوقت ومن أسهل العبادات هي أنتي قاعدة بلا وظو بلا لباس صلاة بلا جهد مثل الصيام فيه الجهد بالصحة لي ما فيهاش جهد وهي عبادة سهلة وثوابها كبير العادة السادسة وهي قراءة صورة البقرة يوميا وراء كل صلاة تقري عشر صفحات أي حزب تلقى يروحك كملتيها وتوضب عليها وتصبح لك عادة وبركتها كبير على البيت وأهل البيت وتشرح الصدر ولا تقريها في جلسة واحدة بعد صلاة الفجر ولت قسمها على ثلاثة أيام إذا جدتكم طويلة فحولوا تضغطوا على روحكم اليوم وغدوة وبعدها رح تولفوها وتجيكم سهلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة البطلة هي السحارة العادة السابعة وهي صورة الملك تقرأها كل ليلة قبل ما ترقدو تمنع عذاب القبر ومنجية لمن يحافظ ويدام على قراءتها في ليلته قبل نومه العادة الثامنة والأخيرة هي قيام الليل نحاولوا نلتزموا بقيام الليل حتى ولو كانت ركعتين بعد صلاة العشاء مباشرة نصلوا صلاة العشاء ومبعد الشفع ومبعد ركعتين قيام الليل ومبعد الوتر إذا قدرت تنوضي من الأفضل لثلث الأخير كأذن الأذن الأول تقدر تصلي عادي والدعاء فيه مستجب بإذن الله وعدد الركاعات من ركعتين إلى 12 ركعت تصلي ركعتين وتسلمي ركعتين وتسلمي وتصلي اللي تقدر عليها زوج ربعة ثمانية ستة اللي قدرت عليها تصليها اللهم ثبتنا على الدينك وطاعتك يا رب العالمين هذا هو الفيديو تالي اليوم نتمنى أن يعطيت لكم أفكار إيجابية وعادات إيجابية وشجحتكم نبدأوا مع بعض وكتبوا لي في التعليقات العادات اللي بديتوا فيها إذا عندكم عادات استفدتوا منها كتبوها لي في التعليقات واللي دخلت لفيديو الأول مرة نقولك اشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا لبنات ما تنسوا جاموا تعليقاتكم المحفزة بارتاجوا فيديو مع الأهل والأصدقاء بارتاجوا في الجروبات أحبكم في الله أخواتي الغاليات دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله مع السلامة